مرحبا بالجديد بنا نرجع نحيي سالفة بهدوء هذا البرنامج السريع الخفيف اللي خمس دقائق عشان نحكي عن قضية بعينها بساخنة أو في منتصف السخون يعني اليوم مثلا كثير كل الناس بتهجوا بتضوجوا بتحكي فلان شعبوي وكأنها تهمي يا أخي فلان مثقف يعني شو طب يعني المثقف مش شعبوي فلان بحكي كلام ذقيل فلان ما بنفهملوش فلان يجب أن يبسط لغته طيب لما بالزمنات كنا نسمع لمطربين مثلا زي محمد طاها أحمد عدوية بقول لك هذا مطرب شعبي طيب شو يعني الآخرين كانوا يسمعوا لأم كلثوم عبد الحليم بقوا يعني شوي مثقفين لأكثر ثقافية كان يسمع مثلا لابيتوفين لموزارت هاي الموسيقى الكبير اللي أنا شخصيا بفهمهاش بقول لك يعني هذا دليل ثقافي اليوم هل اتغيرت المفاهيم عند الناس هل الشعبوية سبة أو تهمة أو ايدولوجيا أو يعني شعبوية ايدولوجية بزبط هيك الحكي أوباما بأميركا قالوا عنه شعبوي هيلاري كلينتو بالمناسبة قالوا عنها شعبوي الترامب قالوا عنه شعبوي الاشتراكيين الروس كمان جزء منهم كان شعبوي يعني عشان بس نثقف الحالة في العالم النازيين ترا كانوا شعبويين بالبداية أو هيك سموا كل الأنظمة اللي بأميركا اللاتينية وقفت ضد أميركا وطغيان أميركا قالوا أميركا اتهمتهم أنهم شعبويون يستهدفون الديمقراطية الراسخة وكأنه الشعبوي مش ديمقراطي أو الشعبوي مناهض للديمقراطية حسب يعني كثير اليوم جزء كبير من الليبراليين كانوا المتوحشين أو الليبراليين العقال شوي بيحكوا عن الشعبوي أنه يعني ضد الديمقراطية وبتباكوا عن الديمقراطية هذول الشعبويين بدون بضيعوا الديمقراطية هذا المصطلح اللي نمى في العالم كالعادة وصلنا احنا مستورد أمين للمصطلحات احنا من انتجش الحمد لله رب العالمين استوردنا المصطلح صارنا نسمع واحد بيتهم واحد بيقول لك شعبوي فلان بيجي بيقول لك تحت القبة صارت تستخدم مصطلحات شعبوية مثلا وكأنها بلغة الإساءة أو المسبة لا لما أكون أنا بنتمي للشعب بمعنى أنا من حاز للطبقات الأكثر من الشعب بالضرورة بدو يصير عندي إشي اسمه شعبوي زي اللي كانوا يستخدموا الإسلام في الوصول إلى المناصب السياسية أو إغراء الناس بالتصويت أو بالانتخاب أو بالانتماء كنا نقول عنه إسلاموي عشان هيك كنا نقول ما في شي اسمه إسلامي ما في حدا بنتسب لدين يعني هذا صفة عامية تشارك فيها الجميع إسلاموي هو الشخص الذي ينتمي إلى الفكر السياسي ذي المرجعية الإسلامية ما شفنا حدا بيزعل ما حدا بيسيب بس لما تقول شعبوي الكل بيسيب هل هذا الحكي المنسوب للناس يعني مسيء إن أنتمي للناس ولطبقة واسعة من الناس كثير كنا ما نفهم علينا الناس ولا يفهموا علينا اليوم هذا المصطلح اللي مثلا الحراكيين بنقول عنهم شعبويين أو المعارضة بنقول عنهم شعبويين للأسف هذه تهمة جاهزة ويعني سريعة الأصل في الأشياء لما تقول شعبوي إنه يكون عنده برنامج ومنهج بخدمة الشعب عنده برنامج نقيض للبرنامج المطروح من الطبقات المسيطرة أو الطبقة الحاكمة اللي تبرر وجودها فبالتالي بيطلع واحد بنحازل الشعب وبكون شعبوي فبيقدم برنامج نقيض أزمتنا إنه كل الأطراف عندنا بالأردن اليوم الشعبوية والمثقفة واللي غير مثقفة ما عنده برنامج لا هون في برنامج ولا هون في برنامج بديل وإحنا بنتلاقف وبنتقاضف التهم جزافا دون أن نعي شو معناه؟ شعبوي ولا شعبي ولا مثقف ولا بمعصلج بالكلام بيحكي كلام كبير هذه هنا مشكلة اليوم يعني أنا بيك حبيت بس أمر بسرعة على هذا الموضوع الشعبوية ليست تهمة ولا المثقف بالضرورة إنه منحاز إلى الطبقات في مثقف اقتصادي انحاز ضد الناس في مثقف أكاديم انحاز ضد الناس خلينا بس نضبط المصطلح والحلقة الجاي بنحكي أكتر اشتري الأغاني بحق وإلى أغاني مات والصوت لو يشترا ما تشتري في الناس شكرا شكرا